كيف اكتسبت ثقة المدرب المنتخب أنا ذاك هكتور كوبر وصرت الحارس الأول بعد ما كنت الحارس رقم ثلاثة بعد الحضري وبعد أحمد الشيناوي كانت ساعة الرابعة بيني بصراحة كنت أروحي منتخب أيام ما كنت أروحي منتخب كنت ساعة ثالث أو رابع الفترة دي لغة أما روحت النادي الآلي وأول ما روحت النادي الآلي كنت أتكلم عن كابت الناقي كده في التليفون وطوله على فكرة أنا جال النادي ورايح النادي كابت النادي قال لي لو روحت النادي الآلي مش هتيجي المنتخب تاني عشان انت كده مش تلعب طرق برضو روح النادي قال لي طبعا انت كمش تلعب منتخب عشان شريفة اللي هيلعبه بتاع وطوله في منافسة كده كده طبعا شريفة أخويا كبيره لو في الآخر أي حد يكون موجود أهم حاجة مصلحة النادي تاني حاجة أنا بقول لحضرتك أنه أنا رايح قال لي طيب ماشي ربنا اوفقك وكريمك وما روحت النادي الآهلي أنا عندي هدف هدف اللي أنا هكون فيه من نفسه بيني وبين شريف وبين عادي الساعته كان موسعد عوض والحمد لله ربنا كرمني وقعدت فترة عادت حوالي سنة وبعدين لعبت وقعدت كامسكت فرصة والحمد لله دول وقت موجود الفرصة الكوبر اقتنع بيه كان في الوقت كان هو ماتشو البرتغال دي بالنسبة لي دي نقطة التحول لما اتكلمت فيها قبل كده هو كان نقطة التحول كلها كماتشو البرتغال كان لأبقى موجود النهاردة في المنتخب أو برا المنتخب خالص دي نقطة التحول أنت كنت عرف أن هي نقطة التحول بالنسبة لك؟ بالنسبة لي اه أنا كشيناو كنت عارف كنت عارف؟ أه عشان دي نقطة الناس أول مرة تشوف محمد الشيناو يلعب مع المنتخب تمام؟ وأنا قبل ما لعب المباراة أنا هعطيتها بالنفس التحدي أن دي لتبقى تكون موجود في كاس العالم بالفصل اللي لازم أمسك فيها بالزبط ده الكلام ده بيني وبين نفسي أوكي لتبقى موجود في كاس العالم لتبقى برا المنتخب واللي يوديك المنتخب هي لعبك وكلام الناس عليك خلاص ناس بتتتمنى أنت النهاردة النهاردة يلعب بشكل كويس مصطفى شجير يلعب بشكل كويس الناس بتقول إيه؟ لعب بشكل كويس هو اللعب اللي بيقول للناس يقول لك أنت تبقى موجود أو مش موجود لو لعبت بشكل واحد شو الناس مش هتبصلك أصلا لك لا يرجعوا كابتن عصام يرجعوا لشريف يرجعوا للشيناوي يرجعوا اللي كانوا خلاص قدموا أوراق يعني الأوراق بتاعتهم أو اللعبهم قدام الناس هو اللعبك اللي بتتكلم على عليك يعني ده بالنسبة لي طول ما أنت بتلعب بشكل كويس الناس اللي بتتكلم عليك بشكل كويس ترجمة نانسي قنقر